السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة روك المرأة اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي سهلة وسريعة سوف يساعدكم في هذا رمضان في المطبخ بزاف وحتى في الايام العادية كتساعد بزاف في المطبخ اللي هي صلصة الطماطم او الصوص الطماطم هنا كيف تشوفو عندي ماطيشات ماطيشة كانت اهد الكبيرة كانت قديمة عندي في التلاجة ومن اللي كتدوز عليها شي عشرة ايام صافرة كتعرفو ماطيشة كتبدأ كالدبل يعني ما كتلاقش لاشلادة فانا كنصوب بها السوس وعندي هنا ماطيشة الصغيرة وممكن كذلك استخدموا ماطيشة من مجمد يعني ماشي شرط هنا هاد الكبيرة كندوز باش كنقسمها على 4 او 5 على حسب الحجم دياله واذاك الصغيرة كنخليها كيف ما هي بالنسبة البنات اديروها بماطيشة اللي كتكون انتو ما كتقدو فكتكون ماطيشة باقي عندكم في الدار وكتحتاجوا يعني انكم تشرو السوس فاحسن هاد كماطيشة القديمة كتحايدوها كتدروه بلاسة جديدة وهات القديمة كتحاولوها السوس وتقدروا تحتافظو بها في الفريقو او في تلاجة المدة يعني في تلاجة التحت ماشي مدة طويلة كيف كتشوفو هنا من بعد ما قطعتها قطعت لها شوية ديال الماء اقل من 4 كاس غير باش تطلع فيها الغالية اول مرة اما انتو ماي لك انتو غادي تفوروها في الكس كاس لها ما تديرو لها لا ما نوالو كين نجوج طرقين ما تديرها بها الطريقة تديرو لها 4 كاس ديال الماء لانها كتطلق الماء او انكم كتفوروها في الكس كاس بالنسبة لي لا انتو مينة لان سوف نفوروها Herbert او 6 كاس غير باش انها شوية على الاقل تلق لي الماء كيف كتشوفو هنا هيا من بعد ما طابط او ما كنخليه بزا فعلا مجرد 5 دقائق وكتبين الي اغلاج وقانحيذا الانانين غهر نغليها مرة اخرى سوف ندوز هنا باش نتحانها او الي عندكم الطماطن في المجميد غادي جبدوه ودفو لها غادي دفوو لها لما أولو ولكن ستنقص عليها العافية مهيلة وحدها الطماطم اللي كندير فيها 4 كاس دي الماء كنقص عليها العافية مهيلة باش طلع فيها الغالية اما الطماطم اللي غدي تديروها في الكسكاسبه هي عادي جدا كتطلع لها البخار ماشي بالشرط انها كتطيب لاخصها غي شوية باش كتبال لكم الدبالة لها القشرة ديالها كيف كتشوفونا غندوز نتحنها في مولينيكس هنا في العفوان في الخلاط ما كتحيضو لها القشور للبودور ديالها لازبل ديالها للتحاجة يعني كتخليوها كيف ما هي كتقسموها فقط ولكن صغيرة كتديروها ديريكت وحتى لكن في المجمد كتديروها ديريكت من بعد ما طحنتها مزيان يعني كان طحنتها مزيان كندوز باش كنصفيها لان كيف كتعرفو ما طايشة هذا الحبيبات ديولة الزريعة ديالها ما كتطحنش ما كتبغيش تطحن وكتخسر السوس انا ما كنحيضو لها الزريعة في الاول تان كي طيبو ويطلقو البنة ديالهم هذا باش كندوز وكنتحنهم وكنصفيهم بهذا الشكل كنبقى كنصفيهم بالصفاي وكنحاول كنورك على هادك ما طايشة باش ينزل السوس لتحت وش بقى لي هادك البودور الفوق والقشور نصها كتحن وغير شي حاجة بسيطة اللي كتبقى كيف كتشوفو هنا هاي يبدأ كتصفى طبعا كنساعد بها الطريقة ان يعني كن ندعكها كيف كتشوفو كنبقى كندعك تلك يبقى فقط هادك كيف كنقولو دك التخت ديال هالي هو البودور والقشور البسيطة اما الباقي القشور فهو ركي يطحن مزيان كيف كتشوفو صافي باش ما كيضاع لي منها اتحاجة صافي كنبقى كتنشف للاحظتو انا مدرت شماطيشة بزاف وخرجت لي ناسفا منزل تسمى لاسف الليتر ذيال لسوس يعني اللي نقدر نخدم بيه بزاف بديل حول انا بالنسبة لي الابناس كنديرو في التدور دي الحريرة حامضة من قبل ما كندير الطحين كنديرو في البيتزا كنديرو في المعجنات سواء سباكيتي او لا اي نوع من المعجنات كنخدم فيه لاصوس ديال كفتة وحتى مع البيض كنديرو مع البيض اومليت سراحة رائع جدا هنا الابناس من بعد ما صفيتها اندير لها واحد القبصة ديال الملح شوية ماشي غدين ملحها لاني انا من بعد غير نستخدمها في بزاف ديال الحواج فما خساش تكون مالحة وكنديرو شوية ديال زيت البلدية اللي هي زيت الزيتون مقيطات فقط باش كتعطيها ديال لمحة وكتغير لها شوية الباداغ وكندير شوية ديال البزار شوية كالراعي ان كيف قلت لكم ان السوس نومات غنستخدمها في حواج اخرين مخساش تكون مالحة ومخساش تكون حارة وهنا كندير جو جمعالق ديال الفلفال الحلوه جمعالق متوسطين ماشي جمعالق كبعد غير على حسب اللون ويعني المنظر دياله كيكون زوين كيكون بحل طماطم اللي كنشريب صافيو كنخلطهم مزيان وكنشال عليهم البوطة يعني البنات مجرد دقيقة يعني ستين ثانية اولا دقيقة ممص مجرد ان هذك الزيت والتوابل كيطلقوا واحد شوي يعني بحالك تطلع الغليه بحاله الشكل لاني اصلا كتكون بقى سخونة فكن غليها واحد شوي فقط صافيو كننزلها وكنخليها كتبرد هي مني كتبرد كتجمع وكتولي سوس طقيلة كيف قلت لكم هاتبنات كتساعدكم بزاف في هاد رمدان انا ما كنستغنيش عليها دائما كنصوبها وكنحطها عندي فتلاجة في الماكة قدم عندي مطايشة كنجمحها وكنصوب بها السوس كنديرو فقرها وكنديرو فتلاجة التحت كنحضن به في ثلث ايام ولادرتو فالفريغو كنديرو فالدوك الطويصات اللي كيكونوا صغيرين كنديرو فالفريغو كنحطهم وكنبقى كننهزو على شكل مكعبات وكنضيفهم لأكل حسا في هنا خليتها تبردت من بعد ما بدأت هاتوا مغضي تشوفوها على البنات كيف دائرة يعني القوام ديالها كيولي تقيل وبالاخص من اللي كتدخلوها التلاجة را كتولي تقيلة يعني كتولي بحل معجون طماطم هنا كتشوفو السوس ديالها خاتر وكتسهل عليكم جدا يعني لابغيتوا تديرو الكفتة را كتضيفوها في اخر مرحلة ما كتديروش طماطم كتتشحروا البصلة وكتطب الكفتة ومن بعد كتحويوها من الفق مجرد كتلع فالغلية فقط كيف كتشوفوها عمرت لي هذه القرعة القرعة كتز عندي 400 ملي ومازال شاطلية 100 ملي تقريبا اللي هو المجموع نصف لتر يعني أنا نصف لتر نخدم بها بزاف تلحويل ان شاء الله كيف كتلكم هاتطريقة كتزوينة مش بحل الطرق العشوائية اللي هي كتطحان ما طيشة وكتدر في الفريقو وكتجي باسلا هاتي كتطيب وكتتحول صوص هاد اللي صوص را مغروفين كيتباعوا يعني في المحلات التجارية الكوبرا اللي كيكونوا يعني تمنهم شوية مقارنة مع انك تصوبهم في الدار فاحسن حاجة انكم تصوبهم في الدار كيف كتشوفو هنا أنا من بعد ما كنبغي نستخدمها سواء في بيزا او لا او لا اي حاجة اخرى اللي بتستخدمها في بيزا كندير له شوية الزعتر يعني كن هزا ذاك القياس اللي بغيت نديره في السوس ديال بيزا فقط كنديره في الكسرونة وكندير عليه شوية الزعتر وكنخلطو وكنسخنو صافيم وكنديرو ليها اليازير يعني اي حاجة بغيتو تضيفو تنسمو بيها لحسب انتمو فاش غا تستخدموها يعني كتديروه في ثلاثو كتبقو كتهزو منها لحسب ليش بغيتو تستخدمو كتنسمو بالنسبة للتنسيم انا ما نسمتهاش هنا لان انا بغى نديرها في يعني كنبغى نديرها في الحوت كنبغى نديرها في بزاف ديالحويج مرحلة التنسيم تكن بغين ديالبيتزا او شي حاجة اللي كنبغين نسمها بالزعتر او ليازير هذيك ساعة كنضيفها كيف كتشوفو البناتها هي رخ خاطره يعني حتى لطيبتو سباكيتي طيبتو اي نوع معجنة تكدفوها تلاخير يعني في الحيرة حامدة كيف قلت ليكم في البيتزا فاش مما تخيلتو غا ديتنفاكم وكنتمنى انها تكون عجبتكم اشتركوا في القناة وتخليوا لي لايك والتعليق والى اللقاء